طور وطبعا فيه ارتباط فرق الطور بيساوي فرق المسير في توباي على لامبا والعلاقة دي مهمة العلاقة دي مهمة طيب في حالة التصوير العادي بيسجل على الفيلم او على اللوح الفوتوغرافي فروق الشدة فقط طيب ويسجلش فروق الطور فعشان كده الصورة مش بتبقى مجسمة او سلاسية الابعاد طيب انا عايز صورة سلاسية الابعاد الخطوات هو احنا هنحفظهم في خمس خطوات وملحوظة واحد يضاء الجسم المراد تصويره صورة مجسمة بوسطة شوعة ليزر له طول موجي معين اتنين تستقبل الاشعة المرتدة من على الجسم المضاء والتي تحمل تفاصيله في صورة فروقا في الشدة وفروقا في الطور على لوح فوتوغرافي حساس تلاتة يستقبل معها اشعة ليزر اخرى لها نفس الطول الموجي تسمى بالاشعة المرجعية على نفس اللوح الفوتوغرافي اربع فيحدث بينهما تداخل وعند تحميل اللوح الفوتوغرافي تندك صورة مشفرة غير مفهوم اسمع الهولوجرام خمسة عند انارة الهولوجرام باشعة ليزر لها نفس الطول الموجي تتكون الصورة المجسمة ملحوظة يمكن تخزين عشرات الصور على الهولوجرام الواحد كما يمكن استخدامه في عرض الصور المتحركة السؤال اللي بعده عايز انواع التجويف الرانيني السؤال اللي بعده بيقول لي اشرح آلية اسالة الغازات وآلية الحصول على درجات الحرارة منخفضة جدا السؤال اللي بعده ما النتائج المترتبة على نقول السؤال دوت عشان ده مهم ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي زيادة طول سلكي الى الضعف وزيادة نصف قطره الى الضعف بالنسبة لمقاومته ومقاومته النوعية طبعا بالنسبة لمقاومته النوعية هتظل كما هي لانه طالما ما غيرتش النوع المقاومة النوعية زيما هي اما بالنسبة لمقاومته ارجوك ما تتصرعش يعني انا عايز الناس دايما الناس اللي متعودة تحل بعنيها وتحل بسرعة ده شيء كويس جدا بس مش في الامتحان بتاع اخر السن عشان ما غلطش غلطة اندم عليها انا عندي الار بتساوي رؤي ال على باي ار تربيع اسألهم فرد فرد كده يا رؤي تقولك انا زيما انا يا عم ال انا زيت للضعف يا باي ما حصل ليش حاجة يا ار انا زيت للضعف وحط التربيع يبقى اتنين على اربعة يطلع نص يبقى تقل المقاومة الى النصف السؤال اللي بعدين بيقول لي ما النتائج تعامد مستوى ملف الدينامو مع خطوط الفيض حيث من حيث قيمة الفيض وقيمة اي ام اف اللحظية اما مستوى الملف يبقى متعامد مع الفيض بتاع الدينامو اخبار الفيض ايه اه معلش انا عايز احل بالقانون هو الفيض بي في ايه في ساين سيتا حيث سيتا دي بين مين ومين بين مستوى الملف والفيض مستوى ملف هو ايه تاني والفيض طيب يبقى هضرب البي في الايه هو بيقول لي في المثال ده ان هارسن كمان الفيض جاي عمودي على الملف يبقى انا لو عوضت هنا يبقى البي موجودة والايه موجودة في ساين تسعين ما هو الزاوية هنا بين الملف والفيض ده في قانون الفيض ماشي يبقى ساين تسعين بواحد الله يبقى هطلع هنا بي في ايه يبقى الفاي ام ماكسموم ده هنا القيمة العظمة ماشي طب وبالنسبة لل اي ام اف انا عندي ال اي ام اف اللحظية بتسوي EMF ماكسموم سين سيت بس اخد بالك بقى السيتة دي غير السيتة دي السيتة هنا في قانون الدينامو بين مستوى الملف والعمودي على الفيض يبقى لو رجعت للمشهد اللي فات وعملت عمودي على الفيض طب الزاوي مستوى ملف والعمودي على الفيض صفر أو 180 فلو عوضت هنا هتطلع القيمة بصفر يبقى في هذا الوضع الفيض أقصى ولكن EMF بصفر طب بالمرة طب لو كان الملف بقى موازي للفيض هيبقى العكس هيبقى الفيض هو اللي بصفر وهتبقى EMF ماكسموم طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي ما النتائج المترتبة على تداخل الآشعة المرتدة من على الجسم المضاء والآشعة المرجعية عند اللوح الفوتوغرافي احنا لسا إلنها طيب مسألة مهمة جدا مسألة دينامو طيب بالراحة ملف دينامو يتكون من 100 لفة كده عندي N يدور بمعدل 3000 لفة في الدقيقة كده عندي الـ F 3000 على 60 فيها 50 ماشي كده عندي الـ F وبقى عندي الأوميجا أضرب في توباي ماشي بقى أنا عندي كده الأوميجا وعندي الـ N فضل الـ B والـ A طيب بيقول لي إيه تاني بيقول لي موجود في مجال مغناطيسي كسافة فضو نص تسلة يبقى دي الـ B وكان طول الملف 30 سنتي وعرضه 20 سنتي يبقى أنا كده جبت الـ A ماشي عايز الماكسيمم EF من F ماكسيمم يبقى N B A أوميجا طيب عايز الـ E-MF هدرب الماكسيمم اللي أنا جبتها فيه 707 طيب مجموعة أسئلة عايز E-MF بعد 30 درجة من وضع الصفر بعد 30 درجة من وضع الصفر يبقى الـ E-MF اللحظية هتساوي E-MF ماكسيمم سين 30 لأنه من وضع الصفر يعني ابن العمودي على المجال على طول طيب عايز E-MF بعد 30 درجة من وضع النهاية العظمة وضع النهاية العظمة لما أعمل 30 درجة معاه طيب هعملهم كده ولا هعملهم كده تنفع الـ 2 لو عملتهم كده يبقى فاضل 60 درجة ما بينه وبين العمودي لو عملتهم كده يبقى هجمع على التسعين يبقى 120 الله يبقى أنا هنا هضرب في سين 60 ورسين 120 الاتنين صح يبقى لما تشوف الزاوية مع وضع النهاية العظمة أو مع خطوط الفيض يبقى هتقول إيه بقى الـ E-MF في اللحظة دي هتساوي الـ E-MF ماكسيمم سين 90 زائد أو ناقص 30 طيب جيم بيقول لي عايز E-MF بعد عشر دورة من وضع الصفر الدورة 360 درجة بعد عشر دورة يعني بعد 36 درجة E-MF بعد 36 درجة من وضع الصفر يبقى أنا هضرب الـ E-MF هنا اللحظة هي بتساوي E-MF ماكسيمم سين 36 طب عايز برضو بعد عشر دورة بدء من وضع العظمة عشر دورة بدء من وضع العظمة يبقى برضو هشتغل مع التسعين يعني هقولي هنا الـ E-MF في اللحظة هي بتساوي E-MF ماكسيمم ساين تسعين زائب او ناقص الستة وتلاتين طيب باللغة تالتة عايز اي ام اف بعد واحد على ستمية سانية من وضع الصفر لما يديني الزمن هديب الزاوية في صلة قرابة الزاوية بتسوي ايه بقى السيتة تلتمية وستين ايه بقى تلتمية وستين ال اف بخمسين هو ايه اللي واحد على ستمية اعوض هنا يطلع تلاتين درجة يعني انا دلوقتي هو بيقول لي عايز ال اي ام اف بعد واحد على ستمية سانية من وضع الصفر لكنه بيقول لي عايز ال اي ام اف بعد تلاتين درجة من وضع الصفر يبقى هشتغل ال اي ام اف اللحظة هي بتسوي الماكسيمم في صعين تلاتين إيه اللي بعدها بيقول لي إيه عايز متوسط قاف ده الكاف خلال ربع دورة وخلال نص دورة وخلال طبعا اللي متحن مش حاجة فيه السؤال ده كله بس أنا بأخذ الموضوع كله يعني خلال ربع دورة وخلال نص دورة وخلال تلاتة ربع دورة وخلال دورة كاملة بدءا من وضع الصفر طيب طبعا الجزء ده بتاع فردي أول حاجة بطمن الناس اللي حافظها الناس اللي هي حافظة بعد ما فهمت الـ EMF لو أنا حافظها بدءا من وضع الصفر بقول تاني بدءا من وضع الصفر EMF المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي خلال نص دورة بتساوي طو على باي من الـ EMF ماكسمم أعوض بها على طول عشان الوقت أقعوض طيب ما نعرفها طالما السؤال مش عايز استنتاج عايز القيمة البتاعة المتوسط وخلاص وبتاعة التلاتة ربع هيبقى تلت القيمة دي يعني اتنين على تلاتة باي من الـ EMF ماكسمم طب خلال دورة كاملة يبقى حتساوي صفر براحة طب لو واحد مش عارف نفكره بس هفكره بمثال واحد بس هو لما يقول لي عايز متوسط EMF خلال ربع دورة بدءا من وضع الصفر طيب طالما قال متوسط يبقى أنا عندي قانون فردي EMF خلال ربع دورة بتساوي سالب N في 2 ناقص في 1 على دلتة تي يلا نعود بالراحة سالب N طب والدلتة تي هتبقى ربع الزمن الدوري لانه قال خلال ربع دورة بدءا من وضع الصفر أشوف وضع الصفر أخبار الفاي 1 بكام ده أنا حرسمها وضع الصفر قادي الفيض وادي الملف الفيض جاي عمود ما هو ده وضع الصفر يبقى الفيض هنا قيمته عزمة ده احنا لسه جابينها من شوية طب بعده ربع دورة يا ترى الوضع بقى إيه أنا قلت أنا حرسمها لما ما يده بعده ربع دورة يعني بقى كده بقى موازي يبقى الفيض بقى صفر فلما جا عوض سالب والسالب ده كده يبقى راحه الاربعة تطلع فوق والإن والفاي زي ما هي تبقى بي إيه والتي تطلع فوق بإف أضرب في باي على باي يبقى أخد اتنين من الاربعة دي في البي في الإف بقيت أمي ده وفي ضل هنا اتنين وسحبت البي هنا إن بي إيه يبقى يطلع الناتج اتنين على باي من قيمة الإي أم أف ماكسموم وعمل هنا ربط ما بين القانون بتاع الماكسموم والمتوسط قف ده الكاف خلال ربع دورة طيب في سؤال عالي شوية طبعا إحنا بتاع الربع دورة بيساوي النص دورة وبتاع التلاتة ربع دورة لو حسبناها بنفس الطريقة هيساوي اتنين على تلاتة باي من الإي أم أف ماكسموم ودورة كاملة تساوي سفر السؤال علي شوية بيقول إيه متى يتساوى متأسط قفد الكاف خلال ربع دورة مع متأسط قفد الكاف خلال ثلاثة ربع دورة تاني السؤال بيقول متى يتساوى متأسط قفد الكاف خلال ربع دورة مع متأسط قفد الكاف خلال ثلاثة ربع دورة صلى عن نبونا أقول لك صلى الله عليه وسلم يا سيدي دا ما يتحققش غير في الطيار المقوم الطيار إيه المقوم ليه هو الطيار المتردد متوسط قفض الكاف خلال ربع دورة بيسويه خلال نص دورة إنما خلال ثلاثة ربع دورة القيمة بتاعت الربع دي كلت القيمة بتاعت الربع دي فبقى عندي قيمة بتاعت الربع